خمسة أيام يحرم صومها منها أيام في شهر زي الحجة لمعرف التفاصيل ذلك أرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومتابعة الفيديو للنهاية يرسلكم كل جديد خمسة أيام يحرم صومها منها أيام في شهر زي الحجة ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر وصيام يوم عرفة وصيام عشراء ويوما قبلها أو يوما بعدها وستة شوال قوعد الصائم بأن له أجر عظيم كما أن هناك أيام يحرم الصوم فيها وهي خمسة أيام ووصفها الرسول بأيام طعام وشراب وإذا صامهم الإنسان لا ينعقد صيامها أوضح حضر الإفتاء المصرية أنه حرم على المسلمين صيام خمسة أيام هي يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام تشريك الثلاثة وأيام تشريك هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة ويعد يوم الفطر والأضحى التي يحرم فيها الصوم فعن أبي هريرة رجل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر أخرجه مسلم في صحيحه وقد ورد سؤال لدر الإفتاء جاء نصه أنا أصوم الثلاثة الأيام البيض من كل شهر عربي والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه ولو صامه الإنسان فلا ينعقد صيامه وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته